هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرئيس عبدالفتاح السيسي بالذكرى الحدية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة وقال رئيس مجلس النواب في برقية بعث بها للرئيس عبدالفتاح السيسي إن هذه الذكرى ستظل خالدة في ذاكرة أمتنا وعنوانا لطريق كفاح وفخر سلكه شعب وجيش فعبر به من ظلام الهزيمة إلى فجر النصر والأمل وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي بأخلص التهاني بمشاعر يملأها الفخر والأعزاز للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة الوطنية المجيدة سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر عزيزة أبية وأن يصون أرضها حرة كريمة وأن يوفق شعبها إلى سبل التقدم والرخاء